مرحبا بكم مشاهدنا من جديد إلى فقرة قراءات اخترنا لكم اليوم مقالين واحد يحكي عن بلد أسيوي بات محط أنظار الغرب وثاني حول مونديال قطر وما يصنعه الشباب العربي حول القضية الفلسطينية إذن مشاهدنا نبدأ بمقالنا الأول ومع نمو الطلب على البطاريات حول العالم لاستخدامها لتخزين الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة أو في السيارات الكهربائية زاد طلب على المعادن المستخدمة في تصنيع هذه البطاريات ومنها الليثيوم والنيكل والكوبالت الارتفاع في الطلب أعطى أهمية استراتيجية إضافية للدول ذات الموارد الطبيعية من المعادن وحدة من بين هذه الدول هي اندونيسيا حيث يرى الكاتب والباحث السعودي عبد الله الرداد بصحيفة الشرق الأوسط أن العالم الغربي صار ينظر لهذا البلد بنظرة مختلفة تماما لأهميتها الشديدة في إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية في العالم وهي السيارات الكهربائية والتي يدخل النيكل كأحد أهم العناصر المكونة لبطاريتها إذن مشاهدنا اهتمام العالم الغربي بإندونيسيا ليس محظى الصدفة وإنما يحمل عدة أسباب بحسب الكاتب أولها أن إندونيسيا دولة محايدة سياسيا والرئيس الإندونيسي قد يكون هو الوحيد الذي قابل رؤساء أمريكا وروسيا وأوكرانيا والصين هذا العام ورغم استنكار جاكرتا للعقوبات المفروضة على روسيا فإنها لم تتصادم مع دول الغرب بهذا الشأن دون أن توتر بذلك العلاقات من جهة أخرى تملك جاكرتا موقعا متميزا ما يعزز موقفها كلاعب قوي في سلاسل إمداد السيارة الكهربائية فقربها من الصين واليابان وسهولة شحن المنتجات منها إلى الولايات المتحدة عبر المحيط جعلها محط أنظار كبار المستثمرين الذين يريدونها أن تتفوق في صناعة البطاريات معرفة إندونيسيا بأهمية مواردها الطبيعية يعطيها قوة لا يستهن بها فلا غين للعالم عن النيكل إذا أراد الاعتماد على السيارة الكهربائية في المستقبل وهو ما قد يجعل جاكرتا بحسب الكاتب أحد أكبر عشر اقتصادات بالعالم مستقبلا خاصة وأن العالم الغربي يواجه معضلة في الوقت الحالي بشأن الاستثمار في هذه الصناعة إذن مشاهدين كان هذا مقالنا الأول في فقرة قراءات لكن الموضوع الثاني سيكون مغيرا تماما في مقالنا الثاني سنتطرق للحديث عن الوعي الذي أظهره الشباب العربي في مونديال قطر وكيف خسر الصهاينة الرهان أمام شباب قادم من أوساط مختلفة قصد التشجيع والاستمتاع بالحدث الكروي الأبرز في العالم يقول الكاتب أسامة عثمان بجريدة العربي الجديد إن الصهاينة ظنوا أن تأخذ أجواء اللعب الكروي والعواطف الرياضية التنفسية الجياشة أن يستتاغوا ويهضموا على الأقل أو أن تنسى صورتهم المنفرة ولو مؤقتا ليحاولوا بعدها التسرب إلى وعي الشعوب لكن سرعة الرد كانت واضحة شديدة أحبطت كل تلك التقديرات وأثبتت أن فلسطين وحبها متركز وقريب على طرف اللسان وعلى شغاف القلوب الكثير من هؤلاء الشبان العرب بحسب الكاتب أتوا بعد نهاية الحروب العربية الإسرائيلية لكنهم مدركون تماما لما يقدم عليه الاحتلال من جرائم شنيعة ضد الفلسطينيين فهم ليسوا منقطعين عن مغذيات الوعية فلم تمنعهم لا حرارة المباريات ولا أجواء المونديال الساحرة من التضامن مع الشعب الفلسطيني سواء من المدرجات أو في ساحة دوحة العالم فهؤلاء الشباب العرب لم ينسلخوا عن وشائج ارتباطهم بفلسطين بذاتها ثقافيا ودينيا وحتى من قدسية المسجد الأقصى ما يقوم به الشباب العربي يراه الكاتب تبادلا فاعلا بين الصوت والصدى صوت النضال في فلسطين يقابله الصدى تضامني العربي وسوت التضامن الشعبي العربي يتلقاه الفلسطيني الصامد في أرضه مزيدا من العزمة والشعور بالأصالة ورحابة الانتماء بهذا المقال الجميل الذي يبرز وعي الشباب العربي وحمله للقضية الفلسطينية أينما حل وارتحل نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرة قراءات في أمان الله